بصره الحاد ومثالبه القاتلة جعلت لديه قدرة مذهلة على المناورة حتى في الغابة الكثيفة فهو قادر على المطاردة بسرعة البرق ببساطة لا توجد حواجز أمام هذا الطائر قادر الصياد المذهل الذي يعتمد على الفريسة الكبيرة سقر الباز تعتبر الغابات أكثر كثافة حسنا حقيقيا لهذا الصياد يختبئ بين العديد من الفروع وينتظر بصبر حتى تعبر الضحية حدود ممتلكاته نظر حاد وسرعة عالية وقدرة لا تصدق على المناورة ومخالب ضخمة كل هذا يصبح سلاحا فتاكا في مواجهة الفريسة يشمل جنس السقور الحقيقية حوالي خمسون نوعا والباز من أكبرها نعجنا حيها الذي يزيد عن متر واحد يمكن أن يزن الطائر أكثر من كيلوغرام ونصف بالإضافة إلى حجمها عيون هذا الطائر المفترس واسعة بشكل لا يصادق من شجرة إلى أخرى يقوم الباز بنسح مناطق الصيد الخاصة به ببصر حاد حتى الهدف الصغير ليفلت من بصره لكنه مهتم بفريسة أكبر بعد العثور على هدف مناسب يقلع الطائر مع رفرفة سريعة بجناحيه يطيل بسرعة البرق ويفقض الضحية بمخالب حادة قوية تحاول الفريسة الهروب ولكن مع كل ضربة يلحق بها السقر المزيد والمزيد من الإصابات وتتناقص فرص الهروب بسرعة ومع ذلك في غابة كثيفة لا يمكن للمرء الاعتماد على السرعة وحدها أجنحة قصيرة نسبيا لكن ذيل طويل مزيج مثالي للهجمات القصيرة ولكن شديدة المناورة في المطاردة فإن السقر قادر ليس فقط على تجنب الاستضامات بمهارة ولكن أيضا على تغيير الاتجاه بشكل عجل والاستيلاء بسهولة حتى على الحيوانات الذكية مثل السناجب ببساطة قدرة لا تصدق على تعديل شكل الجسم للعقبات فهو قادر على تغيير اتجاه على الفور ولا تقتصر المعركة على الهجمات الجوية فغالبا ما يستمر القتال على الأرض حيث يظهر المفترس أيضا خيثة حركة مذهلة يمكن أن يكون هدف الصياد ذي الريش الطيور المائية وأحيانا الأسماء قد تكون في خطر خاص وقد تحاول الفرائس الهروب فالأراني معروفون بقدرتهم على تغيير الاتجاه على الفور دون فقدان الكثير من السرعة مما يساعد على الهروب من قطيع الذئاب الجائع لكن ضد السقر هذه الحيلة غير فعالة يلاحقه مفترس ذريش يفترس بسرعة 60 كم في الساعة ولأنه في الهواء يسهل عليه اختيار لحظة الهجوم ضربة واحدة لا تكفي دائما لضرب مثل هذا الهدف الكبير لكن الطائر لن يفوت فريسته يستعيد السقر السرعة مرة أخرى مخالبه القاتلة إلى الأمام الوصول إلى الهدف بالضبط ليس بالمهمة السهلة يتم تنفاذ اختياطات القوات بسرعة لذلك يجب على المفترس أن يكمل ما بدأه في أسرع وقت ممكن يواصل الأرنب سرعه ليائس دون أن يطباط أخيرا الهجوم الحاسم ومع ذلك في بعض ضحيان يمكن للمفترس الحصول على الفريسة ترجمة نانسي قنقر